اهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان في العالم بنرحب بحضراتكم في لقاء خاص وحاصر على شاشة قناة سي تي في مع تسوني مرسى القمص مرؤس زوجة جونة الشهيد القمص أرسانيوس وديد اللي استشهد مساء أول أمس على يد يعني الإرهاب الغاشم والإرهاب الذي لا يعرف معنى الإنسانية ولا يعرف معنى الرحمة تسوني مرسى هتكلمنا أكتر عن حياة قد سابونة في الخدمة وحياته الأسرية وإيه اللي كمان نقدر نتعلمه من قد سابونة في حياته بشكل عام وهتكلم كمان في بعض النقطة المهمة إنه هو هل قد سابونة تلقى تهديدات قبل الحادث بالفعل زي ما يعني الكلام ده يتقال في أكتر من مكان ولا لأ إحنا في البداية بنرحب بحضرتك على شاشة قنان سي تي في وبنعز حضرتك والأسرة كلها ويعني حابين حضرتك في البداية كده تكلمينا وتردي على بعض الأقاويل اللي طلعت إنه قد سابونة قبل الحادث تلقى بعض التهديدات من أشخاص موجودين في الشارع أو موجودين في المنطقة لا الصراحة ما فيش أي تهديدات في الشارع اللي حصل إن اليوم دوت كان هو عنده خدمة وما كنتش أعرف أنا كنت في خدمة تانية في كنيسة العدرة في كماع الشابات وقالوا لي بالليل ساعة تمانية ونوص إن أبونا تعبان يعني وغديني على إنه تعبان ما كنتش أعرف أي حاجة حصلت والأدول اللي كانوا معي حكوا وقالوا التفاصيل لكن رجاء محدش يكتب أي حاجة غير ما يكون شاف ما فيش حاجة سمعت سمعت دي ممكن يكون سمع غلط طالما ما ستشافش بعينه ما يقدرش يكتب أي حاجة حكاية إن تصوني كانت معاي على البحر أنا مقدش على البحر ولا معاي ولا كنتش أعرف خدمتهم وأبونا من الصبح من الأداس كان متواصل برة البيت أنا قلت في شغلي ورجعت البيت ونزلت تانية خدمتي في اجتماع الشابات فمقدش مع أبونا خالص فمحدش يقول معلومة غير ما يكون شافها بعينه بعينيه ويكر لكن سمعت أو فلان قالي ده غلط تاني حاجة ما فيش أي تهديدات جات وأنا ماشي رحها لاجتماع الشابات اللي قاله ده غلط ما ينفعش حد يقول كلام ما شافوش ولا سألني يعني اللي هو بيقول جيه تهديدات ليه طب هو سألني ما يعرفش فمفيش أي تهديدات جات لأبونا وطبعا هو أبونا خدهم كخدمة برة كتغيير للمكان والجو هادي وحتى لو كان في معادة الإفطار زي ما ناس كتبت من ستة لثمانية تمام المشكلة إن إخواتنا في الإفطار وهو بيتمشى على البحر والبحر فاضي ومكان خلوي ويتمتعه بالطبيعة ويكلمهم كلمة روحية ما فيش مانع يعني لو كلمنا عن حياة قد سابونا بقى لو كلمنا عن حياته الأسرية وكان عامل إزاي قد سابونا في البيت وابونا كمان في البداية كان بيانوي الرهبانة واللي عرفته كمان وحضرتك صححي المعلومة حضرتك كمان كنت بيتفقري وبتشتهي يعني حيات الرهبانة فمحتاجين حضرتك تكلمين بقى عن قد سابونا في البيت وقت سابونا الزوج وقت سابونا الإنسان يعني بشكل عامل هو أبونا يعني نشيط جدا ما حاتس بقيمة الوقت يعني كل وقت عنده للخدمة فممكن ما ينامش ما يكلش كل الحاجات دي يعني التهون هو يصحى الصبح الأداس ممكن من حاجة لحاجة لغاية بالليل يرجع بالليل هو من عادته يعني ما بيحكيش خالص لأنه بيكون طاقته خلاص استنفيذة طول اليوم فبيرجع يعني يرتاح لكن طبعا كل ولاده حقوا عنه في الخدمة وأنا حاليا مش بغدم معاه فكن بغدم في كنيستي في العدر محرمبي في الشبات لكن كنت بغدم زمان من فترة طويلة هو طبعا أبونا شعلت نشاط ربه أجيال أجيال كهنة ورهبان وولاده في الخدمة دلوقتي ياخده من روحه ويكمله وطبعا إحنا يكون لنا غيرا نتعلم منه قيمة الوقت لأنه ياما بنتهاون بالوقت ولأن ما نعرفش المسيح هيجي إمتى فعلا زي ما الإنجيل قال يأتي خلص جي المسيح فجأة ولقامه استعيد فعشان كده استحق الكليل الاستشهاد وده مجد وكرامة إحنا ما نستهله إش يعني هو ربنا كرامه وهو فعلا كان بيروح الدير كتير خلوات ونفسه يترهبن لكن ربنا شاف له خدمة أكبر في العالم يخدم نفوس أكبر ويدخل الناس بدل ما هو راهب واحد في الدير يدخل عدد كبير رهبان ويطلع خدام كهنة يجذبوا الناس للكنيسة ويخدم شعبه ويعمل كنيسة لهم ويخدم منطقة فقيرة يعني لما ربنا أزن من ثلاث سنين يكون فيه كنيسة في كرموس باسم العدرة كديس بوليس فأبونا خدم فيها كان كل الشعب يتخدم في كنيسة العدرة من خلال أبونا كان يوم اجتماع وقداس واعتراف وخدمة ابتدائي وإعدادي وسنوي عدد خدام وكل حاجة لما تفتحت الكنيسة خدم فيها وكان كل الاجتماعات هو مسؤول عنها من أصغر طفل الأكبر واحد اجتماع سيدات وفيه حضانة واجتماع شبات شبان وشبات الخميس وخدمة ابتدائي وإعدادي وسنوي ولما لقى الخدمة طبعا بتتسع وحد يساعده فترسم من سنة وشوي أبونا بشوي عشان يساعدوا في الخدمة زمان من أكثر من عشرين سنة في المكان القديم لربنا ما سمحش أنه يكون كنيسة فيه ناس طبعا منعوا من الخدمة وبالتالي ربنا ما أزنش يكون الخدمة في مكان ده وربنا رتاب مكان جديد تحتاجين حضرتك تقول لنا بقى يعني أتسبونا في آخر كام يوم كان بيفكر في حاجة كان بيعمل إيه كان كلامه مع حضرتك كان بيتكلم معك فيه فيه أي حاجة كانت مختلفة عن العادي بتاعه عن الطبيعة اللي أتسبونا كان بيقوم بكل يوم لأ هو أبونا كان طبيعي في خدمته ونشاطه كل يوم لكن هو كان هيسافر يصلي إسبوع الألام في أمريكا في إحدى المناطق لغاية آخر وقت ما كانتش لسه محضر شنطته وحكته فقال لي أنا لسه مش داخل في الموت بتاع السفر فيوم الأربع ارتاح في البيت ما نزلتش خالص وقال لها حضر شنطتي واليوم ده عشان يحضر للسفر ونفس اليوم اللي هو يوم الخميس أنا اتصلت بيه قال لي أنا رايح أجيب هدايا من إحدى الكنيس عشان ما يسافر وهي دي كانت آخر مكالمة إنه راح يجيب هدايا لكن بعد كده مكنتش أعرف إنه رايح بالخدمة يوم على البحر أو كده مكنتش أعرف في الغاية ما جي الخبر ساعة تمانية ونص إنه وأبونا تعبان وروحت وعرفت بقى هو الخروجة دي هو مش أي اللي هو أبونا مكنش بيقول تفاصيل الخدمة يعني أنا عارفة إن الاجتماع في الكنيسة بيبقى من ستة لتمانية كان معتاد يعني حتى يعني حد سألني أبونا فين وقدر قبله إزاي وأنا في كنيسة العذرة تقول أبونا عندهم اجتماع من ستة لتمانية في كنيسة فهو أبونا حاب يغير المكان ويفسحهم زي ما واحدة من البنات قالت زي ما المسيح كان بياخد تلميذه على البحر يتمتعوا بالطبيعة ويبقى يوم مختلف بدل ما قاعدين على الكراسي والشباب دلوقتي عاوز تغيير بدل نفس النمط يعني فحاب يخرجهم في الطبيعة وحاب يطمن عليهم يركبوا الأول يطمن عليهم لكن طبعا دي إرادة ربنا إنه هو ياخد كليل الاستشهاد لكن ما كانش فيه تهديدات قبل كده ولا حاجة ولا حتى في نفس اليوم ولا قبلها بفترة عشان فيه ناس قالوا كلام غلط طب أنا حاب بقى أسأل حضرتك في النهاية كده لو فيه رسالة بقى وطلبة معينة حضرتك تطلبيها من قد سابونا من أجل بقى الكنيسة ومن أجل سلام العالم كله اللي يعني بيشهد حالة من عدم الاستقرار وحروب في كل مكان ويعني شايفين كمان أفقار متطرفة بدت تنتشر في البلد سواء هنا أو سواء برد وطبعا أبونا بيصليلنا دلوقتي وأكيد بيصليل اللي ضربه عشان ربنا يخفر له وهو لو وعشان كانت حركة غادر جه من ظهره لكن الأكيد لو كان جه من قدام وزي ما أحد من الخدمات كتبت وشافت شاف وجهه الملائكي أعتقد ما كانش عمل للحكاية دي ويعني يجي من ظهره دي طبعا منتهى الخيانة لأنه مش قادر يواجه وشه فأكيد أبونا بيصليلون الشخص ده يعني مش بعيد يعني ربنا يفتح قلبه ويكون إنسان كويس لأن العمله ده طبعا مش هيردي ربنا ولا يردي أي ديانة والعالم كله طبعا أكيد رفض العمله دي لأن مش معقول حد يعمل كده ويكون له مكان كويس يستحالا استحالا أن أي دين يوافق من حد يقتل حد ويبقى مصيره كويس ما أعتقدش يعني حضرتك تحبي لو فيت رسالة توجيهها بقى للآتر ولكل شخص متطرف ممكن بيسمع حضرتك وشايفة متماسكة وشايفة حضرتك عندك إيمان بقى ويقين أنه هو في السماء بيتشف علينا وواقف صفوف يعني الشهداء بيطلب من أجل العالم كله أهم حاجة ما أجي ما فيش واحد يقول كلمة والتاني يمشي وراها لازم يكون متأكد منها والتاني حاجة أن أي حد في قلبه شر يراجع نفسه لأنه ممكن الشر ده نهايته حاجة وحشة هيخسر حياته على الأرض ويخسر حياته في النهاية مش هيستفات حاجة فقبل ما يعمل أي عاملة يقدم عليها شوف الوازع بتاعه مين اللي مخليه يبقى بالشخصية دي وإيه الأقويل اللي سمحها وتربى البيئة على إيه لو متربي في بيئة كويسة ومتعلم تعليم كويس عمره ما هيجرؤ يقتل حد أنا ما أعطقتش بيت هيربي ابنه أنه هو يقتل استحالة يعني ده الناس اللي بيتبح فرخة يعني ما بيقدروش فيه ناس ما تستحملش منظر الدم فكونوا أنه هو بيعمل كده أكيد تعود على كده ومحترف ما فيش حاجة اسمها مختل لأنه هو بضربة واحدة أكيد عارف الضربة دي تعمل إيه لأنه اللي هو مختل كان ممكن يضرب عشوائي في أي حد وفي أي مكان لكن واحد محترف ماسك سكين وممكن يكون سنه بطريقة معينة عشان يضرب جامد وطبعا أي واحد يقول أنا مختل ممكن حد يصدقوا إيه المشكلة يعني لكن لازم فحص طبي ولازم سلوكه قبل كده ولازم الإجراميات اللي عملها قبل كده تثبت شخصية ومش واحد في لحظة هيعمل كده في النهاية حضرتك تحب تطلوب إيه من الدولة بقى لو في يعني طلب كده أو أمنية من حضرتك تتمني إيه اللي يتم في القضية وإيه اللي يحصل للجاني لازم تنوير العقول الأهم لأن المغزن بتاع العقل هو ليدي الأفكار ويدي الأفعال والسلوك لو هو عمال يخزن معلومات غلط هيسلق سلوك غلط فلازم البنى من جديد في البيت وفي الجوامع وفي المدارس يحسوا أهمية الإنسان والفكري يبقى مستنير ونفيش حد يأذي حد وطبعا الجاني لو كان في أي وقع قبل كده خاد جزاؤه أكيد الناس يعني هترتدع لكن طالما مرة واثنين وعشرة ومحدش بياخد جزاؤه هتتكرر الحكاية دي مرة وعشرة وألف ولو كل مختل في الشارع عمال يقتل أعتقد أنه كان يبقى فيه ناس كتير يتقتلوا يعني إحنا كل كم سنة بيجي مختل ثم فيه مختلين كتير في الشوارع وكلهم قتلة أعتقد أنه فيه مختلين ماشيين وفيه في الأمراض العقلية كانوا خلصوا على باقيهم كلنا إيمان في عدالة الدولة أنها أكيد هتاخد حق قد سابونة وأكيد الحكم هيصدر يعني في أقرب وقت ويكون حكم عادل وحكم كمان مردي لكل إنسان يري طبعا نتمنى كده أن يكون فيه عادل بلد أعتقد من غير عادل ما تعتبرش بلد يعني لازم بيقى فيه عادل أنا بشكر حضرتك جدا وبعز حضرتك وإحنا بلقاءنا ده كمان تعزينا جدا جدا بكلام حضرتك وبسبات حضرتك وبإيمان حضرتك اللي احنا شفناه يعني خلال اللقاء يعني والناس كلهم بيتفرجوا علينا فيه دلوقتي تعيش كتر خير شكرا شكرا جدا لحضرتك تسوني مرسى القمص مرقص زوجة أبونا الشهيد أرسانيوس وديد اللي كلمتنا أكتر بقى عن حياة أدسى أبونا الرائعة وكمان حياة أدسى أبونا في الخدمة واللي احنا مفروض نتعلم منه حاجات كتير أوي أدسى أبونا كان بيعملها في خدمته النارية زي ما كانوا بيقول الخدام اللي بيخدموا مع أدسى أبونا هنا وكمان شعب الكنيسة أدسى أبونا كان بيعمل أعمال خير كتير جدا وكان معظمها أو كلها في الخفاء وعلشان كده أراد الله أنه هو يكلله بإجليل الشهادة أمام العالم كله وكل الناس دلوقتي بتتكلم عن أدسى أبونا أرسانيوس وديد اللي ما كانش حد قبل كده بيتكلم عنه ولكن كلهم دلوقتي بيتكلموا عنه وكلهم بيتشفعوا به وكلهم بيتعلموا منه ومن سرته العطرة أنا بشكر حضراتكم جدا على مطابعتكم لينا وإلى اللقاء